كيف تحصل على قرد من خلال البنك الاهلي السعودي وده في اقل من خمس دقايق من خلال تطبيق البنك الاهلي طبعا لازم يكون عندك حساب على البنك الاهلي السعودي وبعد كده هتبدأ في الدخول على تطبيق البنك الاهلي بعد كده هتلاقي في حاجة اسمها منتجات التمويل هتقوم بالضغط على تمويلك الشخصي وهتقوم بالتقديم على التمويل الشخصي معاك التمويل هتبدأ في اكمال البيانات وبعد كده هتتأكد من البيانات بتاعتك الصحيحة زي نوع السكن والغرض من التمويل وبعد كده هتقوم بالضغط على استمرار هتقوم بتحديد قيمة القرد اللي انت عاوزه وبعد كده هتشوف فترة استداد هتكون على كام شهر وهيزهر معاك نتائج الحاسبة وبعد كده معدل النسبة السنوي بعد كده هتقوم بالضغط على اوافق هيبدأ التطبيق في ارسال لك كود عبارة عن اربع ارقام على رقم الهاتف المتصل بالبنك عليك انك تدخل رمز الكود ده في المكان الصحيح وبعد كده تضغط على تأكيد هنيجي بقى للخطوة الاخيرة وهو بيبدأ يظهر معاك القرد اللي انت هتاخده والقصد وصاف المبلغ ومعدل النسبة السنوية بعد كده المرحلة الاخيرة وهو الضغط على الاستمرار والتوقيع بعد كده فعلا مبروك عليك القرد هيتم ارساله في حسابك بمجرد بانهاء الامضاء الخاصة بيك هتقدر تحصل على القرد اه في حسابك وتقدر بعد كده طبعا تسدده اه اه على اقصاد شهرية في نهاية طبعا الفيديو اتمنى اكون فيتكب بعد المعلومات عشان وصالوكو كل جديد ما تنساش تعمل وتفعل زر الجرس واشوفكو على خير في فيديو جديد مع السلامة